بداية دكتور محمد نتحدث نشر معهد دراسات الأمن القومي بتل أبيب دراسة تضمن خارطة طريق استراتيجية لليوم التالي تقدم مصارا استراتيجيا بديلا لإسرائيل من خلال إعطاء الأولوية للحلول الدبلوماسية والحلول السياسية عن الحلول العسكرية أو عن العمل العسكري المستمر وتحويل المكاسب العملياتية إلى سياسية رؤيتك حول هذا الطرح دكتور الذي قدمته هذه الدراسة وهل فعلا إسرائيل حققت أهدافها من حربيها على غزة برأيك يعني أولا شكرا أستاذ أمل على الاستضافة أعتقد هذه الدراسة في غاية الأهمية تنبع أهميتها ليس فقط من الأفكار المطروحة ولكن أيضا لأن هذا المركز البحثي هو أحد أهم مراكز البحث في إسرائيل ودلالة هذه الدراسة أنها تؤكد أن هناك تعدد في الفكر لدى إسرائيل أو لدى النخبة الإسرائيلية فيما يتعلق بالورطة الموجودة فيها إسرائيل الآن في حرب غزة هذا التقرير ينطلق من فكرة أن إسرائيل لم تحقق أهدفها الاستراتيجية في غزة حتى الآن حققت بعض النجاحات العملياتية بمعنى بعض الانتصارات العسكرية على الأرض احتلال أراضي إلى آخره ولكن لم تحقق أي من أهدفها الاستراتيجية خاصة ما يتعلق بالقضاء على حماس وما يتعلق أيضا بالإفراج عن الرهان وبالتالي هذا التقرير بيدعو إلى التحول إلى المصار السياسي والمصار الدبلوماسي من خلال وقف الإطلاق النهر والانتهاء من صفقة تبادل الأسرة وتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة وأيضا يطرح فكرة في غاية الأهمية يرى أن البديل لحماس في غزة هو السلطة الفلسطينية وقيادات فتح الموجودة على الأرض في غزة ويقول عندما ننتهي من هذه الأمور لا بد أن ننتقل إلى مصار الجبهة الشمالية جبهة التوتر مع حزب الله من خلال عودة سكان الشمال الإسرائيلي مرة أخرى إلى مساكنهم من خلال التوصل إلى اتفاق يضمن الأمن في الجبهة الشمالية استنادا لقرارات الأمم المتحدة ومع وجود قوات دولية يعني ترعى أو تراقب وقف إطلاق النار في الشمال إذن دكتور محمد تتحدث وترى أن إسرائيل لم تنجح في تحقيق أهدافها الاستراتيجية